اشتركوا في القناة المكتوم نائب رئيس بولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي أهدى بوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وأهميتها في تعزيز التعاون وتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة العربية ثم رفع المجلس أصدق التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس قوة الدفاع البحري مهنيا المجلس منتسبي قوة الدفاع بهذه البناسبة ومشيدا بما وصلت إليه قوة دفاع البحرين من جاهزية بفضل الرعاية الملكية السامية عززت من دورها في الدفاع عن الوطن بعدها استعرض المجلس مستجدات الأوضاع والتطورات على الساحة الدولية حيث أشار إلى أن مملكة البحرين كما أكد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه اختارت السلام نهجا والحوار خيارا استراتيجيا وملتزمة بحسن الجوار والاحترام المتبادل والعلاقات المشتركة ومحاربة فكر التطرفي والكراهية بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لصالح الشعوب وأحل النزاعات بالطرق السلمية من خلال تركيز وتكاتف جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام الدائم والشامل والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسوية سلمية للأزمات في إطار تعزيز التعاون الدولي إلى ذلك أكد المجلس على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتكليف سموه وزارة الداخلية بأن يتوازى معه البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة بما يكفل تعزيز الاستفادة من البرنامجين وما يهدفان إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع وذلك في ضوء استعراض مذكرة معالي وزير الداخلية بهذا الشأن حيث أشهد المجلس بجهود وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا الجانب بعد ذلك قرر مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الرياضي لمملكة البحرين أن يكون يوم الخميس الموافق للعشر من فبراير نصف يوم عمل في كافة الوزرات والهيئات والمؤسسات الحكومية لإفساح المجال أمام العاملين فيها إلى المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي بما يكرس دور الرياضة كثقافة مجتمعية مؤكدا المجلس على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية بما يضمن صحة وسلامة الجميع ثم أدان المجلس بشدة إطلاق مليشي الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤكدا دعم مملكة البحرين لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة السادسة عشرة من النظام القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية حول مشروع قرار بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مذكرة سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن مذكرة تفاهم فني متعددة الأطراف بين سلطات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات للدول الأعضاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت إطار آلية التعاون الإقليمي للتحقيق في حوادث الطائرات وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون بين الأطراف وتبادل الخبرات لجعل التحقيق في حوادث الطائرات أكثر فاعلية واستخدام النتائج في بحوث تحسين سلامة الطيران مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن أبرز الإنجازات المتعلقة بتسجيل وترخيص السفن الصغيرة والتي أظهرت تقديم 18667 خدمة خلال العام 2021 والتحول الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة بحلول يونيو 2022 بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية المرفوعة من أصحاب سعادة الوزراء بشأن المشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية والمنتدى العالمي للأغذية لعام 2022 والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين لشهر فبراير 2022 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة